دور عماني متزايد في الملف اليمني يثير الكثير من الأسئلة وعلامات الاستفهام حول حقيقة الدور العماني في اليمن منذ الانقلاب الذي قامت به ميليشيا الحوثي كانت مسقط رئة الانقلاب ومحطة إقامة وانطلاق الوفد الحوثي المفاوض والعديد من المسؤولين السياسيين في الميليشيا في مسقط التقى ممثل الحوثي بالعشرات من المسؤولين الغربيين أبرزهم وزير الخارجية الأمريكي السابق جون كيري الذي كان يحمل فكرة تسوية تخدم الحوثيين استخدام مسقط في اللقاءة الحوثية لم يتوقف منذ مطلع العام 2015 حيث التقى الحوثيون هناك بسفراء ووزراء خارجية عدة دول أبرزها بريطانيا وروسيا والسويد والاتحاد الأوروبي ومبعوثي الأمم المتحدة منذ إقفال مطار صنعاء وبقية المنافذ الحدودية استمرت المنافذ المؤدية إلى عمان مفتوحة بشكل مستمر أمام المسافرين اليمنيين ولم تتأثر حتى بعد السيطرة السعودية عليها تنامي الدور العماني في الملف اليمني يراه مراقبون عكاسا لأهمية الدور العماني في إدارة العلاقات الأمريكية الإيرانية وتمكن مسقط من لعب دور محوري في إطلاق معتقلين أمريكيين في إيران وآخرين كانوا لدى ميليشيا الحوثي ترتبط الأطراف اليمنية بعلاقات قديمة مع عمان بحكم التاريخ المشترك واعتبار المهرة محافظة تحظى بالرعاية والاهتمام العماني تعزز هذا الاهتمام بعد وصول القوات الإماراتية والسعودية إلى هناك في بداية العام 2017 الخارجية العمانية أعلنت أكثر من مرة استعدادها للدور بالوساطة في الأزمة اليمنية متكئة على علاقتها الجيدة بالحوثيين ولم يتم التقاط هذه الرسالة من قبل الحكومة الشرعية بسبب توتر العلاقة السعودية والإماراتية مع عمان زيارة نائب رئيس البرلمان ووزيري الداخلية والنقل يبدو خطوة في سياق البحث عن حلول بعيدة عن الرياض وأبوظبي لكن هل ستكون بعيدة بذات المسافة عن طهران تلك قضية لا يمكن التكهن بها دون معرفة ما ترمي إليه الحكومة الشرعية من وراء تلك الزيارة ومآلاتها